فاليهود في المغرب يعني من المؤسسين ديال هذي الشعب هذي ألفين عام على الأقل التفسير يعني كتبت تبني مع حضور الإسلام والعرب في المغرب في سالة 800 ميلادية كان هنا مطابع للعملة باسم يهود شيء لوضح هو لأقرب ولكن أكيد كذلك يعني بلحجاج حجرية ولا غيرها العمل اللي قاموا به لهد في هاد هاد بقع في يمين يم الرومان إلى يمناهده بتأكيد إلى آخره منذ ظهر الإسلام في المغرب والعرب الآخرة فهناك حجاج يعني مكتوبة بارتباط مع التاريخ المغرب إلى حدود قرن 14 ثم 15 جاءوا يعني أفواج جديدة من اليهود من إسبانيا فوج في 1391 وفوج في 1492 مع أفواج جرنطة فإمكاننا نقول الآن الأصل اليهود المغربة اليوم تلترباع مغربي أصلي وربوع جاء من إسبانيا وتم اندماج ولكل طبعا كان يتكلم بالعربية في حياة اليومية أو في جنوب عربية وأمازيغية هناك جزء كبير من المساهمة في ميدان الصناعة اليدوية هناك كذلك مساهمة في الثقافة كتابة دور الثقافة العبرانية واليهودية في الثقافة المغربية دور مهم لأن الحضور اليهودي في المغرب وفي شمال إفريقيا عاما هو وجود وحضور ضارب في القدم لقرون قبل الإسلام قد انتشر اليهود في شمال إفريقيا وفي المغرب على الخصوص وليس حضورهم مقتصرا على الشواطئ كما كان عليهم بالنسبة للجاليات الفينيقية والبونيقية ولكنهم تغلغلوا في الجبال في الأطلس وفي الصحراء إلى حدود إفران وتغجيشت وزاقورا وفي قلب الأطلس الكبير اليهود خلال حياتهم كلها فضلوا دائماً يكتبوا بحروف عبرية فلانا كتب ثامينة عربية كما هناك تنتظروا يعني من يحرفها من الحرف العبري إلى الحرف العربي فمثلاً هناك هدى بن قريش في سنة تسعمية في سنة تسعمية حوالي سنة تسعمية يضع الأسس للفن اللغوي يعني العلم اللغات بكفية علمية هناك فلسفة نسيم بن ملكة ثم هناك أطباء هناك مؤرخين في المغرب ما مشاوش ليهود يعني بناء على شيء إضطهاد ولا شيء حاجة عشرين عام الأولى هما الناس الذين لم يبقى لهم إمكانيات اقتصادية واضحة أمامهم يعني الجزء اللي مشاوش في الأول قلوا مئة ومئة وخمسين ألف اللولة اللي مشات نظراً لي في حالة اقتصادية يائسة كان الغلاء كان الغلاء كان الغلاء كان الغلاء بالزعاف وكان البون كان الغلاء وما كان الأجزاء كانوا الناس بس صندوقات الشكر الفاميليات في الصهر كان خدنوا في هذا الصندوق العسكر ديك الساعات تاكدنا ربعش حار ريال في النهار فالجزء الثاني بعد ستينيات هذا الشكل الآخر يعني مرتبط يعني بالظروف السياسية بما فيها الظروف اللي تخلقات اقتصادياً في المغرب محمد الخاميس دار مجهود واستطاع خلال حياته يبقى يعني فوق من النصف من من اليهود في المغرب أما فيما بعد يعني تلاشى لهذا الاهتمام حاجة أكيدة هي أن التعلق اليهود المغاربة عبر العالم مع المغرب بني على أن عمرو المغرب ما ترضي اليهود هناك خمسة ألف مستقرين كنساكد مع تمنيادي المسلمين وأنا بوحدي تمنيادي البرتمات وأنا بوحدي يهودي كنت معهم مسحل مهم التمنيا وثلاثين نعم نحمده ربي تلدمة نحنا مع المسلمين معهم نحمده ربي أنا معروف هنا نصلي ومشي من فوق الاستقلال اللي كان اللي كانت الفيدة كانت فلوسيوم سرعان أخوه ما عندي دلحنة عفتي هنا كانت نهبط في اتناس لو حداد الديل بواحد وما كان اللي يهدر ما يكل ونقوله عشرات الألف متجاولين ما كان مليون ليه اليهود المغربة في العالم وهذا العلاقة بين المغرب وهم لازال قيمة موسيقى 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 موسيقى